السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء طلاب الصف الثاني الابتدائي بشركة آفاق التعليمية أهلا ومرحبا بكم تناولنا في الحلقة الماضية درس أحب أن أكون من تطبيق القراءة السريعة والآن موعدنا مع الإثارة والتشويق مع التنافس والتحفيز مع التطبيق المحبب لدى جميع طلاب شركة آفاق التعليمية ألا وهو تطبيق القدرات اللفظية فهيا بنا أهلا ومرحبا بكم في تطبيق القدرات اللفظية نضغط الآن على كلمة دخول ونختار الصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني ثم نختار درس أحب أن أكون السؤال الأول كلمة طائرة كلمة جناحان ما العلاقة المشابهة؟ يوجد علاقة مشابهة لكلمة طائرة وجناحان لابد في البداية أن نفهم ما العلاقة بين كلمة طائرة وجناحان لابد أن نعلم ما العلاقة بينهما أولاً كي نختار العلاقة المشابهة لهم الطائرة تحتاج إلى الجناحان كي تسير الطائرة تحتاج إلى جناحان كي تسير نختار هل يترى سفينة شراع أم سيارة جمل أم فصل مدرسة أم حاسوب كتاب طبعاً إذا كانت الطائرة تحتاج إلى الجناحان كي تسير إذن نعم أحسنتم السفينة أيضاً تحتاج إلى الشراع كي تسير جزاكم الله خيراً السؤال الثاني ما مفرد كلمة بلاد؟ ما مفرد بلاد؟ كلمة بلاد هي كلمة جمعة نريد مفردها هل يترى مفرد كلمة بلاد؟ أبرد أم بليد أم بارد أم بلد؟ هل يترى؟ هي أبرد أم بليد أم بارد أم بلد؟ طبعاً مفرد كلمة بلاد هي بلد أحسنتم جزاكم الله خيراً سؤال آخر عرض المعلم جملة؟ نريد أن نعرف نوع هذه الجملة الجملة عرض المعلم ما نوعها؟ طبعاً نعلم أن الجملة إما أن تكون جملة اسمية أو أن تكون جملة فعلية والذي يحدد هذا هي الكلمة الأولى في بداية الجملة فمثلاً الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل والجملة الإسمية هي التي تبدأ بإسم هذه الجملة عرض المعلم تبدأ بكلمة عرضة وعرضة هذه هي عبارة عن حدث حدث مرتبط بزمن معين وهو زمن الماضي إذن عرض هذا فعل فعلنا شيء معين عرض المعلم إذن هذا هو حدث هو فعل فعل مرتبط بزمن وهو زمن الماضي إذن عرضة فهي فعل وبما أن عرضة وهي الكلمة الأولى في الجملة هي فعل إذن الجملة كلها جملة أسمعكم أسمعكم أحسنتم أحسنتم جملة فعلية بارك الله فيكم سؤال آخر ما معنى بفخر؟ تكلمنا في الدروس السابقة أن كلمة معنى إما أن تأتي نقول في السؤال ما معنى أو أن نقول ما مراضف هنا في هذا السؤال السؤال ما معنى بفخر؟ ما معنى كلمة بفخر؟ هل هي بحب أم بثقة أم بقوة أم بقلق؟ نعم أحسنتم جزاكم الله خير معنى كلمة بفخر بثقة سؤال آخر ما مرادف كلمة أحلق؟ ما مرادف كلمة أحلق؟ مرادف هنا تكلمنا وقلنا هي معنى ما مرادف أحلق يعني ما معنى أحلق هل يطرى أهبط أم أتحرك أم أتوقف أم أطير أحلق في الفضاء؟ أحلق في الفضاء؟ نعم أسمعكم جميعا جزاكم الله خير أحلق بمعنى أطيروا سؤال آخر إن الوطن في انتظاركم ما نوع الأسلوب؟ طبعا إذا وجدنا في أي جملة حرف إذا هذا يدل على إيه؟ هل توكيد أم استفهام أم نفي أم نهي؟ نعم نعم إن تفيد التوكيد أحسنتم ماذا عرض المعلم أمام التلاميذي؟ ذاقرنا وقرأنا في الحلقة الماضية من تطبيق الكراءة السريعة أن المعلم عرض أمام تلاميذه نعم عرض أمام تلاميذه مشهدا جزاكم الله خيرا قديما حديثا يوجد هنا علاقة يوجد هنا علاقة العلاقة هنا يا أبطال لابد أن نعلمها أولا قبل أن نجيب العلاقة هنا قديما حديثا علاقة إيه؟ معنى أم تراضف أم مفرد ومثنى أم مفرد وجم أيهما نفكر 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 قديما حديثا بينهما تضاد أحسنتم هي علاقة تضاد هي علاقة تضاد قديما ضدها حديثا أحسنتم نختار ذهابا إيابا أتى جاء مدرسة مدارس أبوك أخوك أحسنتم نختار ذهابا إيابا ما المفرد الشاذة؟ هذا، هذه، هؤلاء أبوك طبعا هذا وهذه وهؤلاء تدخل ضمن أسماء الإشارة نعم، طيب ما الكلمة المختلفة؟ نعم أحسنتم أسمعكم كلمة أبوك لأنها من الأسماء الخمسة أنا أرغب أن أكون مهندسا كهربائيا أنا أرغب أن أكون مهندسا كهربائيا أسهم في بناء وطني ما الخطأ الصياقي؟ طبعا هنا في كلمة خطأ طبعا هنا في كلمة خطأ لا تتوافق مع النص السابق نص أحب أن أكون وهي كلمة نعم، كلمة كهربائيا نعم أحسنتم كلمة كهربائيا أحسنتم، بارك الله فيكم وفي النهاية لا أقول وداعا ولكن أقول في لقاء قريب إن شاء الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا